كان فيه واحد مسلم بجوار واحد يهودي فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة فكان نفسه بأي طريقة أنه يبتكر طريقي خليه يسلم بها فرح كلمه وقال له يا فلان يعني أليس لك حاجة في الإسلام أنت ما نفسكش تسلم قال والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر أنا فعلا نفسي أسلم من زمان بس أنا الحاجة الوحيدة لمن عاني أن أنا مضمن خمر فالمسلم ابتكر له طريقة قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك طبعا المسلم مش قصده كده طبعا فقال له أسلم واشرب الخمر قال له خلاص ماشي فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما فإن شاربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر وإن ارتدت عن دين الله قتلناك فثبت الرجل على ديني ولم يشهب الخمر أبدا بعد ذلك وديك حيلة جميلة من هذا المسلم ترجمة نانسي قنقر